بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله قدمت أسئلة برلمانية اليوم إلى وزير النفط بشأن لجلة التحقيق المشكلة من قبل وزير النفط الأسبق علي العمير وقير بالأمور التي تسببت بخسارة فادحة للمال العام تقدر بالمليارات فضلا عن عقد التسويق منها صندوق الزمالة التكميلي ويبلغ ما يغارب 500 مليون دينار كويتي كانت تدار في التأمينات الاجتماعية بفائدة جيدة وتم تحويله إلى بنك محلي بفائدة لا تذكر ما يدل على شبه تنفيع واضحة والبكيجات المجمدة لعدد سبع قياديين ومن تجاوز 35 سنة من الخدمة ولا يزال على رأس عمله من رئيس تنفيذي إلى رئيس فريق في القطاع النفطي وكذلك الإعفاء من الغرامات وتحديدا في شركة الناقلات وتحديدا أكثر في مصنع الغاز وإعفاء القرامات والمخارفات على المقاولين في شركة نفط الكويت والترقيات منذ عام 2013 وتعينات مجال السلدارات ومن يتعارض معها بالمصالح ومن لم يوقع براءة الذمة أو يتقدم بالذمة المالية والتحقيق في اتفاقية تزويد وزارة الكهرباء من المحروقات وبالأخص بند الأسعار بعد تخصيص الوزارة والتي تم الاحتفال فيه بتاريخ 4 هناير 2016 وأمور أخرى تبين الفساد الإداري والمالي والنفس الانتقامي من قيادات المؤسسة وستكون لنا خطوات وإجراءات على غدر التجاوزات منها لجنة التحقيق مع قيادات مؤسسة البترول الحاليين وتحديداً الرئيس التنفيذي نزار العدساني والعضو المنتدب للموارد البشرية بدر عبدالجبار الشرات ونحذر قيادات المؤسسة من أي تلاعب بالردود على أسئلتنا حيث أنني أملك المستندات وبتواقعهم وأختامهم التي تبرهن على صحة كلامي وأنني لن أقبل من وزير النفط أي تهرب من الإجابة تحت مسوق عدم دستورية السؤال أو أن تقوم بعض القيادات بالاستثار في التلاعب بالألفاظ والانتفاف على الحقائق وبالتأكيد ستكون لنا خطوات وإجراءات على غدر التجاوزات شكراً لكم